السلام عليكم ازايكم يا فنانين واهلا بيكم في درس جديدة عن تعليم الرسم بالفحم ان شاء الله نهاردة نتكلم عن طريقة رسم الشعر بالفحم الشعر الصغير لان انا كنت عملت درس قبل كده عن طريقة رسم الشعر الطويل اللي هو شعر البنات بالقلم الرصاص ان شاء الله نتكلم نهاردة عن شعر الولاد الشعر القصير ناس كتيرها طلبت مني طريقة دي رسم الشعر الولاد اسهل بكتير جدا من رسم شعر البنات لانه دايما بيكون حجمه اصغر من شعر البنات واكتر من كده بيكون في ما بيكونش في اضاءات كتيرة قوي زي شعر البنات برضه او مفوش خصل كتيرة زي شعر البنات فبالتالي بيختصر معنا في الوقت وبنفس الوقت بيكون اسهل من الشعر الطويل زي ما احنا شايفين هنا نهاردة هستخدم ممكن نستخدم اي 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 الم تاني ممكن نستخدم اي اي الم تاني ممكن نستخدم اي خامة تانية من الفحم اول حاجة هبدأ اعمل خاصة لزوائر خالص كده زي ما احنا شايفين بسن الالم طبعا الناس اللي بتشتكي من بارية الالم اللي هي ما تعافش تعمل السن اللي انا عامله ده انا اتكلمت في فيديو بتاع اول فيديو عملته عن ادوات الفحم اتكلمت زي نبري الالم او اي اي احسن طرق لبري الالم في كزا طريقة ممكن البرية المكتب دي افضلهم اللي هي البرية الكبيرة بتديني السن اللي انا عامله ده زي ما احنا شايفين اول حاجة بعملها باب ده اعمل خصل بسن الالم براها خالص كده الفحم يا جماعة مش عايز ان انت تضغط عليه جامد دايما عشان نشتغل بالفحم او الناس اللي لسه نقلة من الرصاص للفحم جديد الفحم غير الرصاص الفحم مش محتاج لانت ايدك تكونت ايلا لان هو كده كده بيتسايح وغير كده الفحم اصعب الخامات اللي ممكن تمسحها لو رسمت بيها يعني نسبة الخطأ فيها بيكون اقل من الرصاص فبالتالي احنا لازم ايدنا دايما تكون خفيفة وبنرضى انها من الطبقات فوق بعضها بحيث اللي احنا نتفادى نسبة الخطأ الكبيرة طبعا اللي ما شافش الدرس اللي فات بتاع ادوات الرسمة بالفحم اللي فاته الدرس اللي فات لانه مهم جدا شوفوه من اللينك اللي فوق ده وان شاء الله هتستفادوا جدا لان انا بتكلم باجاز عن ادوات الفحم اللي انا شخصيا بستخدمها واحسن المركات اللي ممكن تستخدموها في البداية بكمل الجنب كله بنفس الطريقة اللي انا اتكلمت عليها دي بعمل بسين القلم طبعا كلنا عارفين او انا اتكلمت المرة اللي فاتت ان تكنيك الفحم كله بنستخدم به بتسايح الفرش يعني غير مركز خلص الرصاص كان ممكن نسايح في الشعر كما ممكن استخدم الف space زيما اتكلمت في فيديو بتاع رسم الشعر اللي برضو ممكن geral هاسم من اللينك ده ااااا..ااااااا!!! انما تكنيك الفحم بد relieved ان من قل Oxford لايق �in him لان استخدام الفحم كله اه يكون بسن الالم بالراح من غير مسايح خلص بعد كده خطوة اللي بعدي كده اللي انا اخري انا اكتكلم عليها كمان شوي اللي احنا هنسايح بالفراش سواء فرش الميك أب او اي فرش ممكن نستخدمها بقى ممكن لها نعذب خلونا دلوقتي كده نصرع الخطوة دي شوية عشان نشوف الخطوة اللي بعدها والفيديو مطولش معانا موسيقى كما نرى كده فانا خلصت الجزء ده كله باستخدام القلم طبعا شكل الخصى اللي بيختلف حسب المنطقة اللي شغال فيها انا دلوقتي هستخدم فرشة بالحجم اللي انتو شايفينه ده زي ما قلت لكم في الدرس اللي فات برضو انا بستخدم فرش ماركت نيجد فرش ميك أب ماركت نيجد نيجد سري لان انا عم فرش دقريبا استخدامتها لغاية دلوقتي فها ممتازة زي ما انا شايفين باجب على الشغل اللي انا عملته بالقلم الفحم عادي جدا وبامسك الفرشة بالراحة خالص وابدى عيدة عليها بالفرشة كده زي ما انا شايفين طبعا احنا ملاحظين التغير في اللون اللي بيظهر معايا لان الفحم لما بتسيح خصوصا لو ماركت نظيفة زي الكونتي لونه بيغمق عكس خمات تانية ممكن زي المارس مثلا لو جينا سيحنا اللون مش بيغمق بالعكس اللون بيبهت معانا وبيميل للون الأصفر اكتر من اللي هو اسود يعني فنحاول على قد ما نقدر لو استخدمنا الفحم نستخدم الخمات النظيفة شوية عشان نوفر على نفسنا يعني زي ما احنا شايفين بابدأ براها خالص بمسك الفرشة طبعا لازم لو هنستخدم فرشة في الفحم لازم بيكون فرش نعمة مش شرط النجد اللي انا بتكلم عليها دي في فرش كتير جدا طبعا البينات تعرف اكتر من الولايات في موضوع الميك اوب ده وفي فرش مخصصة للفحم بتتبعها في مكتبة الوان عندنا في القاهرة بيكون مخصصة لتسيح الفحم زي ما احنا شايفين كده براحتنا خالص شغال في الجنب بالغاية نلاقي ان خلاص بقى مشابه للشكل اللي انا عايزه مزهقش وبعيد مرة واثنين وثلاثة طبعا الرسم عايز صبر يا جماعة لان كل ما بكلمكم دايما بقولكم الرسم عايز صبر مش عايز زهق اللاهزها مش هيطلع النتيجة الوقعية اللي هو بيدور عليها كل ما انت كنت صبور في الرسم كل ما قدرت تطلع نتيجة وقعية وشغل يبهرك قبل ما يبهر الناس بغاير تكنيك او بغاير شكل الاسلوب اللي مسكت الفرشة او اتجاه الفرشة حسب المنطقة اللي اشغل فيها يعني طبعا بديهيا الجنبين بتوع الرأس غير الشعر من فوق كل مكان لاتجاه الجنبين بيكون اتجاههم افقي انهم الرأس بيكون اتجاهها رأس زي ما احنا شايفين كده وبغاير اتجاه الفرش بس وبافضل اكمل زم انا شغال بنفس التكنيك كده لغاية ما خلص المنطقة اللي عملتها بالقلم الفحم خليونا نشوف ايه الخطوة البعدها ده الشكل النهائي للشعر الجزء اللي انا خلصته بعد تسيح بابدع اشتغل في النص التاني بنفس التكنيك اللي اشتغلته في النص الاولاني مفيش اي اختلاف مش محتاج اللي انا هشرح تاني يعني نفس اللي عملته في النص اللي فات ده هعمله في النص ده تعالوا نشوف في الاخر كده شكله يكون ازاي موسيقى 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 وده الشكل النهاي يا جماعة بعد ما خلصنا الشعر بالفرشة دلوقتي هنستخدم استيكا بقى ياما استيكا مونو زيرو وياما استيكا فحمل زي اللي حين شايفينها ياما استيكا زيرو اي استيكا موجود عندنا ممكن نستخدمها او استيكا الكهرباء فالخطوة دي هنستخدم فيها اي نوع من الاستيكا متوفر عندنا اي نوع من الاستيكا متوفر عندنا ممكن نستخدمه ومش نوع معي انا بالنسبة لي بحيب الاستيكا مونو زيرو همسك الاستيكا وابدأ بقى اعمل خطوة الاضاءات براحه خالص كده وابدأ اعمل اضاءات بس مش اكتر يعني كل اللي بعمله بنفذ الاضاءات اللي موجودة عندي في الصورة على البرتيرين اللي اعملته الخطوة دي طبقا اسهل خطوة في رسم الشعر كله لان هي مش محتاجة اي فكر خالص او اي مهارة كل اللي انا بعمله انا بمسح في اللي انا عملته فمش محتاج اي حاجة يعني زي ما احنا شايفين كده مسك الاستيكا وابدأ اعمل اضاءات كلها براحه واحدة واحدة دي تعتبر هتكون اخر خطوة في رسم الشعر بالفحم وهوركد الوقت الشكل النهائلي ان شاء الله يكون عملت زي ما احنا شايفين انتهى الشكل النهائل للشعر في الاخر وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا اتمنى يا رب تكون استفدتوا استنوني في دروس جدا جاية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته